السلام عليكم محسن رضائي إيران تتحكم ب500 مليون شخص في 25 دولة إن لم تكن مشتركا في القناة تشارك وإذا كنت من المشترك لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو أكد أمين سير مجلس تشخيص المصلحة النظام في إيران الجنرال محسن رضائي أن طهران تتحكم في 500 مليون شخص في 25 دولة بتجارة سنوية تبلغ 800 مليار دولار ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن رضائي خلال حديثه في مدينة زنجان بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإيرانية قوله في الوقت الحاضر أصبحنا قوة عظمى ترسل الأقمار الصناعية إلى الفضاء ونقوم بتخصيب اليورانيوم ودخلنا النادي النووي وأضاف القائد السابق للحرص الثوري الإيراني والمرشح للرئاسة الإيرانية العالم حاليا عاجز عن إيقاف تقدم إيران في شتى المجالات لذلك دخل من باب الحرب الاقتصادية ضد بلادنا يذكر أن رضائي صاحب نظرية بناء مشروع إيراني جديد وصفه بالحزام الدهب الإيراني للسيطرة الكاملة على منطقة الشرق الأوسط والثأثير على القوى العالمية يمتد من أفغانستان مرورا بالعراق وسوريا حتى البحر المتوسط موضحا أنه إذا كانت هناك قوى إقليمية تسيطر على هذا الحزام فسيكون بإمكانها الإشراف وإدارة شؤون المنطقة بأكملها وترشح محسن رضائي في الانتخابات الرئاسية عام 2009 وخسر أمام الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد وبدأت الأوسط الإيرانية تتحدث عن ترشحه للانتخابات التي ستجرى في 28 نوفمبر 22 2021 في الأخير لا كنت من المهتم بعد النوع من الأخبار لا تزعوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد وشكرا